السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة اليوم إن شاء الله سنتعرف على طريقة رفع فيديو قصير أو أي فيديو على قناتنا وفي نفس الوقت سنتعرف على الإعدادات المتواجدة في عملية التحميل أو من الأستوديو إذن عليك التوجه إلى قناتك بعد ذلك الذهاب إلى رمز الزائد الموجود في الشريط الصفلي تضغط إذن هنا الواجهة الرئيسية لأستوديو الإعدادات الخاصة بالفيديو القصير هنا الخاصة بالفيديو يمكن أن ترفع فيديو من المعرض الموجود على هاتفك نعود الفيديوهات القصيرة إذن هنا هذا الزر يمكن أن تقلب من خلاله بين الكاميرا الأمامية والخلفية هنا يمكنك أن تحدد الوقت أو السرعة عفوا يمكن أن تحدد سرعة الفيديو أثناء التصوير لأنك إذا ضغطت على الزر الأحمر هنا ستحدد سرعة الفيديو هنا المؤقت أو عدد تنازلي ثلاثة ثانية عشر ثانية عشرون ثانية يمكن أن تسحب الشريط لتغيير موضع توقف التسجيل وتضغط على بدء طبعا هنا هنا التأثيرات يمكن أن ترى الجميع هنا المظهر كما ترى هنا العدسات هنا الخلفيات وهنا حفظ التأثيرات المفضلة لديك بالنسبة لهذا الزر عبارة عن شاشة خضراء يعني إذا قمت كما ترى تضع يدك مثلا يمكن أن تظهر صورتك إذا أردت ذلك مثلا لو أخذنا على سبيل المثال سنأخذ الشاحن لاحظ سيظهر الشاحن فقط تضبط أو تعدل ما تريد ظهوره مثلا سنأخذ الهاتف لاحظ إن أخذت الهاتف على سبيل المثال بهذه الطريقة المهم أنك تظهر نفسك في هذه الخلفية التي ترها هنا طبعا يمكن أن تختار من المعرض الموجود لديك إذا أردت أن تختار صورة أو فيديو آخر وتضعه بالنسبة لهذا الزر يعطيك مثلا إصلاح كما ترى هنا الفلاتر يمكن أن تختار أي فلتر تريده هنا الإضاءة يمكن أن تتحكم في الإضاءة وهي مفاعلة يمكن أن تضع فلاش إذن أهم الإعدادات المتواجدة هي ماذا؟ سنعيد الوضعية الأولى إذن هنا يمكنك قلب العدسة كما قلنا هنا السرعة المؤقت شاشة خضراء إصلاح الفلاتر الإضاءة الفلاش إذن سنقوم بإغلاقها هنا يمكنك أن تضع مباشرا وهنا طبعا تنشئ المزيد من الفيديوهات الخاصة يعني فيديوهات شورتس لاستقطاب خمسين مشترك والتمكن من استخدام ميزة البث المباشر يمكن إنشاء فيديوهات شورتس ويمكنك أن تتعرف على المزيد من المعلومات هنا يمكن أن تشارك مثلا إنشاء مشاركات يجب إكمال عملية إثبات الهوية بسرعة لمرة واحدة وتستفيد من ميزات إضافية على يوتيوب يجب إثبات الهوية إذن ببساطة سنقوم إلى فيديو شورتس ونذهب إلى هذا المكان ونقوم برفع الفيديو الخاص بنا سنذهب إلى الفيديو الذي نريده على سبيل المثال سنختار هذا الفيديو يمكن أن تحدد الوقت في الأعلى خمسة عشر ثانية أو ستون ثانية بعد ذلك تضغط على تم وهنا تبدأ المعالج إذن يتم رفع الفيديو ستضغط على علامة الصح الموجودة هنا إذا أردت أن تضيف صوتاً تضغط في الأعلى وتختار من المكتب الصوتية التي تقترحها اليوتيوب هنا المقاطع المحفوظة التي يتم حفظها وهنا عملية البحث يمكن أن تبحث عن أي صوت تريده نتركها كما هي ونضغط على علامة الصح إذن كما ترى ها هي الآن هذا هو الفيديو هنا يوجد مخطط زمني كما ترى يمكن أن تتحكم فيه وهنا يمكن أن تضيف كتابة إذا أردت ذلك وتتحكم في الخطوط كيفما تشاء سنتركها كما هي طبعاً هنا الخط كما رأينا هنا يمكنك أن تقطع جزءاً هنا الفلاتر هنا التعليق الصوتي إذا أردت أن تضيف صوتك وهنا يمكن مثلاً أن تطرح سؤالاً ويتم مثلاً عرض الإجابات على شكل تعليقات يعني ميزة كثيرة يمكنك أن تتحكم فيها سنتركها نحن كما هي ونضغط على علامة الصح بهذه الطريقة ثم نضغط على التالي الآن يتم إدراج عنوان مثلاً نكتب حكمة واحد تم هنا يمكن أن تعرض أو يكون مستوى العرض إما في شكل علني أو غير مدرج أو خاص أو تقوم بضبط يعني عرض الفيديو في الجدول الزمني تحدد الوقت الذي يتم النشر فيه نحن مثلاً سنتركها يعني نشر الفيديو غير مدرج فيما بعد سنقوم بتحديده هنا الموقع الجغرافي هنا يمكن أن تختار الجمهور ليس مخصص للأطفال وهنا مثلاً إذا كان لديك فيديو آخر يمكن أن تربطه مع الفيديو المتعلق بك وهنا يجب أن تكمل عملية إثبات الهوية أولاً يتستطيع هنا استخدام فيديو الوقت المطلوب لنيل الموافقة في العادة يكون يوم واحد تقريباً ويتم إنشاء فيديو عنك مدته ثلاثون ثانية هنا يمكن مثلاً إذا أردت إثبات الهوية طبعاً وهنا تستخدم يعني مستنى التعريف هوية صالح وهنا تنشئ يعني سجل نشاط في القناة المهم هنا سيظهر لك مجموع الفيديوهات التي نشرتها يمكن أن تضيفها على الفيديو الذي تقوم بنشره هنا تستطيع السماح بإنشاء ريميكس للفيديو والصوت وإذا أردت الرفض ستضغط يعني السماح بإعادة مزج الصوت فقط وهنا تفعيل التعليقات وإذا أردت إغلاقها ستقوم بإيقافها مباشرة ستقوم إما بحفظ الفيديو كمسودة أو تقوم بتحميل فيديو شورتس بهذه الطريقة الآن جاري التحميل إلى قسم الفيديوهات يمكن مشاهدة الفيديو من هنا الآن تتم عملية التحميل كل ما عليك هو الانتظار حتى يتم رفع الفيديو هنا تستطيع مشاهدة الفيديو تم تحميله كما ترى إذا ضغطت عليه ها هو الفيديو الآن يتم عرضه على قناتك بسهولة هو متوفر الآن في قسم الفيديوهات القصيرة لأن هذا الفيديو قصير أردت مشاركة هذا الموضوع معكم حتى تتبينوا الطريقة الصحيحة إن استفدتم منه لا تنسوا أن تضغطوا على زر اللايك تشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة المصدر الأول في اليوتيوب والخبرة بين يديك اتركوا تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو اشتركوا في القناة